ترجمة نانسي قنقر 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 قبل الولوج إلى المنطقة الوطني عفوا الجهوي الوسط تطرقنا إلى النقاش الواسع وشاسع فيما يخص العرقيل التي يعاني منها رؤساء المكاتب الوليائية وكذا المكاتب الجهوية بسم الله الرحمن الرحيم شرفة محمد رئيس المكتب الولائي لجمعية الوطنية السياحية كنز الجزائر المكتب الولائي الشلف المكتب الولائي يقوم بتنظيم ملتقى وطني جهوي ثاني في ولاية شلف الملتقى اللول كان عندنا في ولاية البويرا كان نجح مئة بالمئة الملتقى هذا الثاني في ولاية شلف فيها يومين إن شاء الله يكون نجح مئة بالمئة كان الاستقبال يوم الجمعة عشر جوان بدار الشباب بشلف كانت عندنا كنا مبرمجين خرجة سياحية للأسف مديرية النقل ما وفرت الناش الترخيص باش نخرجو كان عندنا استقبال كل الولايات اللي حضروا أكثر من عشر ولايات الواسط منهم البويرا البليدان الجزائر العاصمة الندية تيزيو الزوب ومرداس بجاية أيضا عندنا تنصيب لمكتب ولائي بجاية اللي راح يتنصب هنا في ولاية شلف أولا نشكر ولاية شلف والرئيس مسيو محمد اللي عرض ناجينا هنا ونشكر عائلة كنوز الجزائر بس كنا من ولاية إيبازا كنا نستنو في المحضر التنصيب باش تكون عندنا شغل البرنامج كبير لأننا مثلوا ولاية كنز في السياحة ولاية إيبازا معروفة بكل الآثار بكل بحر فيها كلش ماذا بينا يعني إحنا للسلطات ماذا بينا توقف معنا ميديرونا عراقيل بس كون كين بزاف عراقيل في الولايات ماذا بينا شغل يفتحون البيبن بس كون إحنا جايين هذه موروض تقافي ترفيه اقتصادي السياحة هي النفط اللي لايف مكتب ولاية تندي كنز الجزائر جاينا هنا نشكر مكتب ولاية تشلف على هذا الاستضافة يعني السياحة في الجزائر كما تعرف وراءها جاية يعني تكون إن شاء الله ما هي مكان النفط على حساب الشعار تعال جمعية تانا وهذا الملتقى اللي نتقينا إن شاء الله في شلف رح ندرسه الوضعية تعال إن شاء الله تعال للسياحة ونخرجه إن شاء الله بتوصيات بأن نشطه هذا القيطع في ولاية شلف ولا في ولاية الأخرى بسيطة عاما